اشتركوا في القناة وأن تكرمونا بتعليق ولايك ومشاركة الفيديو ليس أمرا كرما منكم فهيا معا جميعا نقرأ الدعاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء يوم عرفة وخير الكلام ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة لا شريك لك اللهم إني أدعوك بكل أسمائك الحسنى فيا كريم يا سميع يا عليم يا رحيم يا مجيب حقق لي ما أتمنى واكتبني من المغفور لهم عندك اللهم لا هادي إلا أنت ولا منجي من عذابك إلا أنت اللهم لا تحملني ما لا طاقة لنا به وتقبل منا صالح أعمالنا وخالص دعواتنا يا سميع يا مجيب اللهم قني من عذاب القبر واجعلني من الذين يذوقون فرحة النظر لوجهك الكريم وأسكنني مع الشهداء والصدقين واجعلني من عبادك الصالحين وثبتني على هذا الدين يا رب العالمين لبيك يا الله وإن لم أكن من حجاجك في بيتك الحرام لبيك يا من لا شريك لك يا رب العالمين لبيك اللهم يا رب النعم وأحمدك يا الله في السراء والضراء اللهم إني أسألك الخير كله عاجله وآجله وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله اللهم اجعلني نصيب في كل خير سألك فيه عبدك ونبيك ولا تجعلني نصيب من الشر الذي أعاذ به عبدك ونبيك اللهم قربني من جنتك واهدني لكل عمل أحبه وترضاه وأبعدني من النار ومن الأعمال التي تقربني منها وكره قلبي بها وثبت قلبي دائما على دينك ولا توفني إلا وأنت راض عني لبيك اللهم لبيك لبيك لشريك لك لبيك اللهم اغفر لي ما تقدم من ذنبي وأصلح لي أمري واجعلني من الذين يحافظون على دينك وأبعدني عن الذين يحاربون هذا اللهم في هذه الأيام وارحمني من جنتك وارحمني من عذابك واهدني يا الله لما تحب وترضاه واصلح لي أمري ولا تكلمي إلى نفسي واكتب لي الخير كله وما يقربني من الجنة وأبعدني عن كل ما يدخل للنار بلغنا الله وإياكم ذلك اليوم المبارك وأعاننا على الصيام وإخلاص الدعاء فيه وخير الدعاء دعاء الأنبياء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له المل وله الحم يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لصالح الأعمال ويكتبنا وذريتنا من رتقائه من النار اللهم أزح من قلبي كل خوف يسكنني وكل ضعف يكسرني وكل أمر يبكيني وافتح للأبواب المغلقة اللهم إني أستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في إيناء الليل والنهار تركتها خطأا أو عمدا أو نسيانا أو جهلا وأستغفرك من كل سنة من سنن سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تركتها غفلة أو سهوا أو نسيانا أو تهاونا أو جهلا أو قلة مبالاة بها اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي وتكشف بها كربي وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمري وتغني بها فقري وتذهب بها شري وتكشف بها همي وغمي وتشفي بها سقمي وتقضي بها ديني وتجلو بها حزني وتجمع بها شملي وتبيض بها وجهي اللهم إليك مددت يدي وفيما عندك عظمة رغبتي فاقبل توبتي وارحم ضعف قوتي واغفر خطيئتي وقبل معذرتي واجعل لي من كل خير مصيبا وإلى كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من الشر ما عاذ به عبدك ونبيك وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا اللهم اجبر خاطري جبرا أنت وليه فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء ربي اشرح لي صدري وأرح قلبي وأزح من قلبي كل خوف يسكنني وكل ضعف يكسرني وكل أمر يبكيني ولا تفجعني في مستقبلي ولا في نفسي ولا في باقي أهلي ولا تعسر أمري وافتح لي أبوابي المغلقة اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا وفي النهاية أشكركم أعزاء المشاهدين على حسن المتابعة ولا تنسوا مشاركة الفيديو وتفعيل زر الجرس ودعمونا بلايك وتعليق مميز تحت الفيديو وبكم نكبر وإلى لقاء في فيديو آخر جديد مع تحيات أختكم مريانا اشتركوا في القناة